اشتركوا في القناة وتبعوه لنهايته قال حساب لاميني توام المحسوب على نادي مارسيليا ان موهبة الفريق الشبع كيليام بن زحف ادار ظهره لفرنسا وقرر تمثيل المنتخب الوطني وهو مستعد لتلبية دعوة المنتخب في التربص المقبل بن زحف لعب ممتاز ويعتبر من اكبر المواهب ليس فقط في مارسيليا لكن في فرنسا كلها وهو ما شكل حصرة كبيرة لدى انصار النادي لكن الحقيقة ان بن زحف لم يختار الجزائر الان وفقط كما يقول الفرنسيون حيث سبق وحضرت رب صلي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قبل ثلاث سنوات وشارك حتى كاساسي صحيح انه لم يستدع بعدها للمنتخبات السنية لكن هذا لا يعني انه اختار الجزائر الان فقط على العموم بن زحف مثل كثير من المواهب ننتظر تألقها في الاصناف الكبرى علّه سيكون مفيد للمنتخب الوطني الاول يبدو ان الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر يحتاج لوقت كبير قبل العودة لقمة مستوى فرغم ان مدربه في ميلان ستيفانو بيولي منحه ثقته مرة اخرى واشركه اساسيا رغم النقد الذي يتعرض له ورغم المطالبات بابعاد لي عن التشكيل الاساسي الا ان بن ناصر لم يكن عند حسن ظن مدربه به ولا عند حسن ظن انصار ميلان به في لقاء لاتسيو الذي جار صهرت امس السحفة الايطالية انتقدت بن ناصر بقوة حتى ان منها من نصبه اسوأ لاعب في اللقاء موقع كالتشو ميركاتو منح بن ناصر التقييم الاسوأ وقال انه لم يكن قادرا على تحمل مسئولية الوسط وكان اضعف لاعبي هذا الخط حتى انه فنيا كان بعيد كل البعد عن مستوه وضيع الكثير من الكرات ليس فنيا فقط موقع ميلان بريس هاجم ايضا بن ناصر ومنحه التقييم الاسوأ خمسة من عشرة المصدر السابق قال ان الجزائري يعاني منذ عودته من الاصابة ولغاية الان لم يجد الرتم المناسب لذلك عليه ان يعمل بقوة استعادة قدراته الجزائري الثاني ياسين عدلي بدوره لم ينجو من النقد حيث ان هناك من نصبه ايضا اسوأ لاعب في اللقاء موقع تسعين دقيقة بنسخته الايطالية قال ان عدلي لم يستطع مجارات نسق الفريق الخاصم خاصة في الشوط الاول مضيفا انه مثل بن ناصر كان سيء جدا الملاحظة ان مدرب ميلان وللقاء الرابع على التوالي يخرج بن ناصر في نفس التوقيت في حدود الدقيقة الستين مدرب ميلان يثق عمياء في الجزائري ويحاول جهيدا استعادته رغم علمه انه ليس في احسن احواله لذلك يمنحه دائما ساعة لعب لاجل تأويده قبل اشراكه في لقاء كامل قريبا ان شاء الله نزل الجزائري الشاب ولاعب نادي التينيري في الاسباني يانيس رحماني ضعيفا على صحيفة ديبور براس الجهوية المحلية حيث تم السؤاله اسئلة سريعة والرد يجب ان يكون باختصار كما عودتكم دائما في مثل هذه الفقرات سأحاول التركيز فقط على الاجابات التي تهمنا سواء ما تعلق بالمنتخب او بالجزائر على وجه العموم يانيس كشف في رده عن سؤال عن الوجه التي يحب زيارتها بالقول انه يريد زيارة الجزائر وهو ما يؤكد تعلقه بوطنه اما بالخصوص الكتاب الذي يحب ان يقرأه فقال رحماني انه القرآن الكريم وهو دليل على تمسكه بدينه اما بخصوص الطبق الذي يفضله فقال رحماني انه الكوسكوس وهو دليل على تمسكه بعادات وتقاليد بلد اجداده الجزائر افرج الحساب الرسمي لمؤسسة دور نجوم قطر وككل نهاية جولة عن قائمة من ست اسماء قالت انها الابرز في نهاية الجولة الماضية الجزائر كانت موثلة كمشارة العادة غالبا لكن في هذه الجولة بلاعبين وليس بلاعب واحد فقط الاول هو فيكتور لكهان لعب ام صلال قدم مستوى كبير جدا مع ناديه لدرجة انه استطاع التفوق على نجوم الدور المهاجمين وصنع اللعب ممن تألقه وحجز مكانا في قائمة ستة المرشحين لجائزة نجم الجولة في انتظار ما اذا كان قادرا على الفوز بها الاسم الثاني هو لعب الغرب ياسين براهيمي براهيمي وكم عشرته في عدد امس قدم مستوى كبير وسجل ثلاثية كان قاد بها فرقه لاحتلال الوصافة وقاد نفسه لاحتلال صدار الترتيب الهدفين وحصل ايضا على ثناء كبير تتوج براهيمي كنجم الجولة متوقع واقرب لانه كان حقا النجم الاكبر للقاء اخر جلس الدولي الجسائرية رامي بن سبعيني بديلا في لقاء ناديه بوريس دورتموند ضد نادي يونيوم برلين والذي جرى اليوم في الدوري الالماني بن سبعيني يكون بذلك قد غاب عن اللقاء السادس على التوالي في كل المسابقات الكأس والدوري وايضا دوري ابطال اوروبا وهذا منذ عودته من كأس افريقيا الاخيرة مدرب بوريس دورتموند كان كريما مع لاعبه الجزائري ومنحه دقيقتين من اللاعب اليوم حيث اشتركه بداية من الدقيقة الثامنة والثامنون وحاول به سد الفراغات بما ان الفريق كان منتصر وحاول به ايضا تضيع بعض الوقت وهو امر لا يليق بلاعب كان الى وقت قريب نجم الفريق في الجهات اليسرى وضعية بن سبعيني سيئة وسيئة جدا لكنها مرشحة للاستمرار على هذا النحو من السوء ليس فقط لان مدربه لا يثق به لكن لان بديله يان ماتسن متألق دائما ماتسن اختير اليوم احسن لاعب في اللقاء ونال جائزة رجل اللقاء بحسب الكثيرين حيث قدم مستوى كبير وكان صاحب هدف الفوز ايضا وهو خبر سيء لبن سبعيني بن سبعيني وفي حال امل في المشاركة يجب عليه الان ان ينتظر عقوبة لماتسن او اصابة لان الواقع يقول انه من الصعب جدا عليه المشاركة مع الوضع الرهن سوء وضعية بن سبعيني قد تنعكس على المنتخب الوطني عرامي هو المحور الاساسي في المنتخب والمدرب الجديد سيجد صعوبة كبيرة في تعويضه لذلك عليه تحسين وضعه ولو مؤقتا قبل التربص المقبل والتربص الذي يليه في جوان وبعدها لكل حادث حديث وضعية رامي بن سبعيني ليست مرشحة للتحسن كما اشرت خاصة ان الثقة غائبة لذلك فان الرحيل ربما يكون احسن حل في جوان الامل الاخر في رحيل المدرب الحالي فنتائج بوريسيا دورتموند ليست جيدة وفي حال تدهوارت اكثر فانه قد يرحل كما تقول بعض المصادر الالمانية وفي حال لم يحصل ذلك يبدو ان الرحيل سيكون احسن حل للجزائر وضعية بن سبعيني لا تختلف كثيرا عن وضعية مواطنه حسام عوار عوار ومنذ العودة من كأس افريقيا الاخيرة لا يشارك ايضا حيث غاب اليوم ايضا عن تشكيلة البداية التي واجهت نادي مونزا في الدوري الايطالي اليوم عوار بلقاء مونزا اليوم يكون قد غاب لسابع لقاء على التوالي منذ عودته من الكان وهو ايضا رقم مخيف ما يختلف فيه عوار عن بن سبعيني انه يشارك طارة كبديل وهي لعب بعض الاحيان ووقت كبير ايضا كما فعل في لقاء فينورد في دور المؤتمر الاوروبي حين شارك لخمسين دقيقة كاملة وقدم مستوى جيد وايضا اسهم في تأهل فريقه للدور المقبل لكن برغم ذلك عوار لم يتعاقد مع روما ليكون بديل ويرضى ببعض المشاركات والدقائق لاعب الخضر مطالب بتحسين وضعه اكثر واكثر وإلا فان الرحيل قد يكون احسن حل له مثله مثل بن سبعيني عوار على عكس رامي مرشح للرحيل منذ بداية الموسم وهو الذي لم يدخل في حسابات للمدرب الحالي ولا المدرب السابق مورينيوم بخصوص المنتخب حسام عوار ليس مثل رامي بن سبعيني هو لم يشارك كثيرا مع بالماضي الذي لم يكن يضع فيه ثقته بصورة كبيرة لذلك فان وضعه مع الخضر لا يبدو مؤثر كثيرا لكن برغم ذلك على اللاعب ليونيوم السابق تحسين وضعه لأن المنتخب بحاجة لكل لاعبيه ولما لا يكون له دور كبير في المستقبل إلى لقاءات لعبنا اليوم والبداية بالبريمير ليك وبعد تألقه لعدة لقاءات متتالية توقف عفوا تألق الدولي الجزائري راين ايتنوري الأسف اليوم ضد نيوكاسل حيث قدم مستوى متوسط لأبعد الحدود ايتنوري وفريقه سقطوا بثلاثية دون رد وهي خسارة ستكون مؤثرة جدا على وضع الفريق في الترتيب وهو الذي يأمل في التأهل لمسابقة أوروبية في الدور الألماني وكما أسرت في عدد سابق عادت دولي الجزائري فالشيبي للمشاركة أساسيا ولعب تسعين دقيقة اليوم وقدم مستوى ممتاز وكان من أحسن لعبي فريقه شايبي وناديه انتراكت فرانكفورت فازوا في الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد وهو الفوز الذي أعاد لهم متوازن بعد الخيبات الأخيرة خاصة خيبة الخروج من المسابقة الأوروبية إلى فرنسا الآن وفي ظل غياب أدم الناس للإصابة شارك مواطنه نبيل بن طالب أساسيا ولعب تسعين دقيقة في لقاء فريقه ليل اليوم السبت ضد ناديلانس نبيل قدم مستوى جيد وساهم في فوز فريقه المهم بهدف دون رد وهو الفوز الذي منحهم المركز الرابع مؤقتا وهو ما قد يعني اقترب حلم لعب دور الأبطال الموسم المقبل في أقصى شرق القارة الأوروبية وإلى تركيا عادت دولي الجزائري فوز غلام للمشاركة أساسيا ولعب ستين دقيقة ضد دافينار باتشي مستوى فوزي كان متوسط وهو مؤيفس ربما تغيره اللقاء نفسه عارف مشاركة الجزائر الآخر مهدي بوجمع مستوى بوجمع لم يكن مميزا كفايا ليقنع مدربه بإبقائه طويلا حيث غيره أيضا في الدقيقة السابعين اللقاء انتهى بخسارة بوجمع وغلام بهدفين واقتربهما من السقوط في الدور البلجيكي وصل الدور الجزائري إسلام سليماني المشاركة كأساسي لكنه للقاء الثاني يقدم مستوى مخيب جدا حيث نال التقييم السيء من قبل مهوكا صوفا سكور عقب مستوها اليوم في دي ساركل بريج اللقاء انتهى بفوز رفق إسلام بثلاث أهداف لهدفين وإسلام الذي لعب تسعين دقيقة لم يفلح في التسجيل في دور الدرجة الثاني الإنجليزية وبعد غيابه عن آخر لقاءين سجلت دور الجزائري مهدي ليريس عودته للمشاركة وشارك بديلا اليوم السبت ضد نادي ميدالس برا ليريس لعب آخر ربع ساعة لكن من دون أن يفلح في ترك أي أثر اللقاء انتهى بفوز توك سيتي بهدفين دون رد في الدور السعودي لم يهنأ الجزائري مصطفى زغب كثيرا بعودته للمشاركة كأساسي وذلك بعد تعرضه للطرد اليوم السبت ضد نادي الاتفاق زغب للأسف تعامل برعون مع الكرة حيث أمسك الكرة خارج المنطقة بيدعه كما تشاهدون ولذلك استحق الطرد للقاءات التي لم تنتهي لغاية بداية تسجيل الحلقة طبعا في الدور الإيطالي ولغاية الدقيقة السادسة والسبعون روما متفوق بثلاثية من دون رد على حساب مونزا عوار لم يشارك بعد رغم أن مدربه قام بثلاث تغيرات ربما يكون قد أشركه لتضيع الوقت في الدور البلجيكي ولغاية الدقيقة التاسعة والخمسون عمور الأساسي متفوق رفقة بقية زملائه بهدف دون رد على حساب نادي أولوفن أتمنى أن ينهي عمور اللقاء بهدف وفوز يقربهم أكثر من اللقب ختام العدد بمحرز والدور السعودي النجم الجزائري لغاية الدقيقة السبعون متأخر رفقة بقية زملائه ضد الفتح بهدف وحيد من جانب الفتح صفيان بن دبك شارك كأساسي لكنه خرج بين شوطي اللقاء قدم مستوى متواضع جدا في الشوط الذي شارك فيه إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي إن شاء الله غدا السلام عليكم سلامة سلامة سلامة